السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الناس جميعا بالخير واليمن والبركات لو عندك ألم وخشونة في الركبة اوعى تنسى الرقم 7 لأن في 40 ثانية هقولك أهم 7 أوضاع اوعى تعملهم وأهم 7 نصايح لازم تعملهم إيه هي السبع أوضاع اللي لازم ما تعملهم شي الوقوفوا الماشي مدة طويلة علشان بيزود الحملة على الركبة الأعدى المقرفصة الأعدى المربعة على الأرض الجلوس على حمام بلدي طلوع ونزول السلالم الجلوس على كرسي واطي لأنه بيخلي الرقبة تنحني تحت الكرسي فيزود الاحتكاج كل الأوضاع دي بتزود الحملة على الرقبة وتزود الاحتكاج طب إيه هي السبع نصايح اللي لازم تعملها أول حاجة تقالل الوقوف والماشي الكتير ولازم تمشي في حزاء رياضي وتبعد عن الأحزية الديقة واللينة والكعب العالي والماشي حافي في البيت دايما رقبتك تكون مفروضة اجلس على كرسي عالي اعمل كمادات دافية على الرقبة اعمل تمارين تقوية لعضلات اللي حوالين الرقبة قلل وزنك على قد ما تقدر وشرب مايا كتير استخدم عكزات وانت طالع أو نازل السلالم أو البس مشد للرقبة لكن لازم يكون مفتوح من قدام عشان ما يضغطش على الصبونة ويزود الاحتكاج دي أهم سبع أوضاع لازم ما تعملهم شي وأهم سبع نصايح لازم تعملهم لو عندك ألم أو خشونة في الرقبة بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شيرو لغيرك بتمنى لكم الصحة والعافية كما معكم دكتور طريق تركي الشير جراحت العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته